بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في شركة تطوير للخدمات التعليمية في هذا الدرس للصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من مادة لغتي الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم تدريبات على درس الأسلوب اللغوي الذي هو بعنوان أسلوب الشرط أهداف درسنا لهذا اليوم أولا نستذكر تعريف أسلوب الشرط ونحول بعض العبارات إلى أسلوب شرط باستخدام الأداتين إن ومن إذن نستذكر سويا تعريف الشرط من يتذكر منكم ما هو تعريف الشرط؟ نعم تعريف الشرط؟ نعم هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أدات ملفوظة إذن الشرط هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أدات ملفوظة نشاهد التمرين هنا أحول العبارتين التاليتين إلى أسلوب شرط باستخدام إحدى الأداتين من وإن نشاهد رقم واحد الاستبداد بالرأي يسبب الندم إذن لدينا العبارة الأولى الاستبداد بالرأي يسبب الندم ما رأيكم كيف سنحولها إلى أسلوب شرط باستخدام إحدى الأداتين من وإن؟ كيف أحول هذه العبارة إلى أسلوب شرط؟ الاستبداد بالرأي يسبب الندم نعم أحسنتم كان نقول من يستبد برأيه يندم من يستبد برأيه يندم إذن شرط للندم أن يستبد برأيه فنقول من يستبد برأيه يندم نشاهد العبارة الأخرى الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء كيف أحولها إلى أسلوب شرط؟ أحول هذه العبارة إلى أسلوب شرط الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء نبدأ بأي الأداتين؟ نعم نقول إن تشعر بالألم تناول الدواء إن تشعر بالألم تناول الدواء أو إذا لا تتناول الدواء حتى تشعر بالألم فنقول شرط لتناول الدواء إن تشعر بالألم كان يقول الطبيب للمريض إن تشعر بالألم تناول الدواء فشرط لتناول الدواء أن يكون يشعر بالألم فنقول إن تشعر بالألم تناول الدواء هنا يتكون جملة شرطية أحسنتم أربطوا بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أداتي الشرط إن ومن لدينا الآن عبارتين سنربط بينهما ونجعل منها أسلوب شرط نستخدم أحد الأداتين إن أو من ونجعل من هذه العبارتين مع هذه الأدات تكون سلوب شرط نبدأ بالأدات من نعم نقول من من ماذا من يسعى إلى الخير أحسنتم من يسعى إلى الخير ماذا يكون نعم أحسنتم من يسعى إلى الخير يلقى خيرا من يسعى إلى الخير يلقى خيرا من يسعى إلى الخير يلقى خيرا نشاهد العبارتين التاليتين تذاكر دروسك تنجح بتفوق كيف أجعل منها جملة شرطية؟ نعم أحسنتم نقول إن تذاكر دروسك ماذا يحدث؟ نعم أحسنتم تنجح بتفوق إن تذاكر دروسك تنجح بتفوق نشاهد العبارتين التاليتين تزرع خيرا تحصد خيرا كيف أربط بينهما؟ تزرع خيرا تحصد خيرا نبدأ بأي الأداتين؟ نعم إن نقول إن إن ثم أتي بالعبارة الأولى إن تزرع خيرا تزرع يكون فعل الشرط هنا تزرع يكون هو فعل الشرط ثم نأتي بالعبارة الأخرى هنا وتكون هي جواب الشرط إن تزرع خيرا تحصد خيرا إذن إن ثم أتينا بفعل الشرط تزرع خيرا ثم أتينا بجواب الشرط اللي هو تحصد خيرا إن تزرع خيرا تحصد خيرا نشاهد العبارتين يحسن إلى الناس يحبه الله يحسن إلى الناس ويحبه الله كيف أربط بينهما وتكون جملة شرطية؟ أولا أختار الأدات الأختار الأدات من؟ أختار الأدات من؟ وأقول من؟ ثم أتي بفعل الشرط يحسن وأكمل العبارة يحسن إلى الناس نعم من يحسن إلى الناس؟ ماذا يكون له؟ من يحسن إلى الناس؟ نعم ننزل هنا يحبه الله فيقول من يحسن إلى الناس يحبه الله من يحسن إلى الناس يحبه الله هنا أتينا بالأدات ثم فعل الشرط هنا ثم جواب الشرط من يحسن إلى الناس يحبه الله أحسنتم نشاهد التمرين هنا وخاطب أخي بالمعاني التالية مع استخدام أسلوب الشرط إذن لدينا هذه المعاني نشاهد رقم واحد مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر أنا الآن سأخاطب أخي ولكن لا بد أن نستخدم أسلوب الشرط سأتحدث إليه عن مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر ماذا أقول أسلوب شرط؟ في هذا المعنى بالذات مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر من يأتي منكم بسلوب شرط بهذا المعنى؟ نشاهد نشاهد الجواب إن تخالف تعليمات استهلاك الدواء تعرض نفسك للخطر إذا خاطبنا أخي ولكن بنفس المعنى ولكن استخدمنا أسلوب الشر مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر قلنا إن تخالف تعليمات استهلاك الدواء تعرض نفسك للخطر نشاهد العبارة الأخرى الإسراف في تناول الحلوى وتسوس الأسنان لدينا هذا المعنى نقول الإسراف في تناول الحلوى ما علاقته بتسوس الأسنان كيف نجعلها جملة شرطية نعم أحسنتم من يسرف في تناول الحلوى ماذا يحصل تتسوس أسنانه من يسرف في تناول الحلوى تتسوس أسنانه إذن أتينا هنا بالأدات من ثم يسرف في تناول الحلوى فعل الشرط يسرف ثم تتسوس أسنانه يكون جواب الشرط من يسرف في تناول الحلوى ماذا يحصل تتسوس أسنانه إذن حولنا هذه العبارة إلى أسلوب شرط نشاهد رقم ثلاثة استنشاق الهواء النقي والتمتع بصحة جيدة استنشاق الهواء النقي والتمتع بصحة جيدة كيف أجعل من هذه العبارة أسلوب شرط استنشاق الهواء النقي والتمتع بصحة جيدة كيف أربط بينهما بأسلوب شرط نعم أحسنتم إن تستنشق الهواء النقي إن تستنشق الهواء النقي تتمتع بصحة جيدة فنقول نأتي أولا بأدات الشرط ثم نأتي نقول إن تستنشق الهواء النقي ونحن وقدنا من هذا المعنى من هنا فقلنا إن تستنشق الهواء النقي ماذا؟ نعم تتمتع بصحة جيدة إن تستنشق الهواء النقي تتمتع بصحة جيدة فنحن حولنا العبارة في الأعلى وهذا المعنى في الأعلى حولناه إلى أسلوب شرط قلنا إن تستنشق الهواء تتمتع بصحة جيدة مشاهد رقم أربعة تقليم الأظافر والمحافظة على نظافة اليد أنا أريد أن أربط بين هذين المعنيين تقليم الأظافر والمحافظة على نظافة اليد كيف أربط بينهما بسلوب شرط؟ فأقول نعم نعم استخدم الأدات إن تقلم أظافرك تحافظ على نظافة يدك إن تقلم أظافرك تحافظ على نظافة يدك أحسنتم فنحن شرطنا هنا أن المحافظة على نظافة اليد لا بد له من شرط هو تقليم الأظافر فنقول إن تقلم أظافرك إن شرط إن تقلم أظافرك تحافظ على نظافة يدك أحسنتم بارك الله فيكم نشاهدون التقويم الختامي أكتب في فراغ الجملة التالية تكمل المناسبة على غرار ما تعلمت نعم إن تحفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجة فراغ عدم تلوثها ماذا يحصل؟ إن تحفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجة ماذا يحصل؟ إن تحفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجة نعم كان نقول تضمن عدم تلوثي أحسنتم إن تحفظ الأغذية المطبوخة في الثلاجة تضمن عدم تلوثها من فراغ من إضافة الملح للطعام يشعر بالعطش من فراغ من إضافة الملح للطعام يشعر بالعطش إذن لدينا هنا فراغ ماذا نكتبه في الفراغ هنا في فعل الشر نعم أحسنته كان نقول من يكثر من إضافة الملح للطعام من يكثر من إضافة الملح للطعام يشعر بالعطش نشاهد رقم ثلاثة فراغ تشرب الحليب كل يوم فراغ عظامك القوية إذن ما هي الأداة هنا في البداية نختار أداة من أو إن هل مناسبة من؟ من تشرب؟ ولا إن تشرب؟ نعم إن تشرب أحسنتم هي المناسبة هنا نقول إن تشرب الحليب كل يوم ماذا يحصل لعظامك القوية؟ إن تشرب الحليب كل يوم تنمو عظامك القوية إذن إن تشرب الحليب كل يوم تنمو عظامك القوية من فراغ عن الأماكن الموبوئة؟ فراغ من المرض من؟ من يبتعد؟ مثلا من يبتعد عن الأماكن الموبوئة؟ ماذا يحصل؟ من يبتعد عن الأماكن الموبوئة؟ يسلم من المرض نعم كان نقول يسلم من المرض أو ينجو من المرض فكل هذه تسمى جواب الشرط من يبتعد عن الأماكن الموبوئة يسلم من المرض إذا شرط للسلامة من المرض أن تبتعد عن الأماكن الموبوئة فإذن هنا شرط من يبتعد عن الأماكن الموبوئة؟ يسلم من المرض نشاهد هنا خلاصة درس أسلوب الشرط خلاصة درس أسلوب الشرط نقول يتكون أسلوب الشرط من ماذا؟ من أداة الشرط كان قلنا إن ومن وأيضا فعل الشرط نبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرط ثم يأتي في النهاية جواب الشرط وبهذا يتكون لدينا أسلوب الشرط أداة وفعل وجواب أداة وفعل وجواب أداة الشرط ثم يأتي بعدها فعل الشرط ويتكون في النهاية جواب الشرط وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر